أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد عددا من القرارات الهمة بهدف تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة وإعفاء المتعثلين من فوائد وغرامات الأقصاط المستحقة وجه الرئيس السيسي خلال كلمتي لدى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني السويف وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ هذه القرارات فقد قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي أولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العام ثانيا زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقام ثالثا رفع الحد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وذلك من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العمال والقطاع العام رابعا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وقرامة بالنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسر خمسا مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن سادسا سرعة تطبيق زيادة بدل للتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة سابعا قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف من كاهل للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير 2022 سامنا إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقصاد المستحقة أو المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024 ترجمة نانسي قنقر